السلام عليكم كديري اللي بس عليكم كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وحوالكم طيبة دائما مع الوصفات السهلة والسريعة واقتصادية يوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم هاد السردين هادا بيدون قليه كيجيب بنين بزاف كيجي مقرمش بحشوة خطيرة ما تشبعوش منه مع طريقة دي البطاطة تحت هي اللي كتجي مقرمشة وكتجيب بنينة بزاف طريقة بسيطة جدا والنتيجة كتجيب بنينة بزاف المهم نطول شعريكم نخليكم مع المقادير طريقة تحضير وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله كنحتاجوا كيلو دي السردين اللي كيكون اللي كننقيوه مزيان كننصلوه كننقيوه مزيان من الأشواك صافيو كنخليوه ضروري تسقطر مزيان من الماء هنخليو علاجه هنا عندي ثلاثة ديال المعالق كبار ديال قصبر والمعدنوس من الأحسن يكون طري وبالنسبة التوابين غنطفو الملحة سبتوغ غنطف شوية ديال حد منعقة صغيرة مع عمراج ديال كامو ملحة صغيرة مع عمراج ديال البابريكا أو التحميرا واحد ملحة صغيرة عامراء ديال القصبر بسحبوه بمطحون واحد ملحة صغيرة عامراء ديال خرقوم البلدي واحد نسمع القصغيرة ديال البزار البيض واحد ملحة صغيرة ديال تومة محكوكة ممكن نديروا جوج فصوص ديال تومة يكونوا كبار هادي نديروا واحدة ربع كاس ديال الحامض ديال عاصر الحامض وواحد أربع كاس ديال زيت ناباتية أو زيت الزيتون اللي بغيتهم سوف نخلط هاد الشرمولة هادي سوف نخلطها مزيان سوف يسترديل عندي هاكا استفتوا هنا في هاد التبصيل هادا باش يجيني سهل أنا ما كياخد حتى الوقت بزاف سوف يوكم دا نعمر هادي نعمرهم كاملين وما زال بقي عندي استرديل على جنب اللي غادي ما زال نديروا فوق هاد استرديل هادا كما كتشوفوا معايا هنا كنحسبوه باش يجينا يعني باش يجيونا استرديل هاس قد قد باش يجينا واحدة فوق واحدة سوف يسترديل هنا كاملتو كما كتشوفو معايا ممكن نخليوه تقريبا واحد ساعة هاكا مشارمل نخليوه علاجا في التلاجة وممكن نديروه مباشرة إلا ما عندكم مش موقسي إلا عندكم من وقت تخليوه واحد شوية هاكا في الشرمولة ديالو من بعد كنفندو في الفينو كما كتشوفو في الدقيقة الفينو أي السميد الناعيم سوف يمباشرة كنا ناخد هاد المول هادا كنا ندهنه بشوية ديالزيت النباتية وفي نفس الوقت الفران راه ديله كي يسخن من الفوق ومن التحت النار تكون متوسطة سوف يكن دهن المول ديالي هنا يا كي مشوا معايا بالزيت النباتية وغادي نستفق السرديل كي يجي خطير وصحي بيدون قلي كي يجي ضروري تجربوا غراه ما تشبعوش منه صفهم اللي كملته هنا يا غادي نعود من دهنة تاني يحتل وجه دياله بالزيت النباتية يجي مقرمش كي يجي حسن من المقلي وضغية كي يوجد يعني في الفران كي ياخدش معنا بزاف ديال الوقت و الأهم أنه صحي سافيدة بغا ندخلو الفران ماخدش لي بزاف ديالوقت قريبا نشاش خمستاشر دقيقة هاكا ناركي ما قديكم تكون متوسطة حتى كي طيب وكي تقرمش سافي وكن نحيدو هناك ما كتشوفو معي بالنسبة البطاطة عندي البطاطة هنالي اللي سلقتها في الماء غير نسلقها هادي بطاطة صغير ورق غير نسلقها سافي وقشرتها مباشرة من اللي تسلقات سافي قشرتها من حتى بقى سخونة سافي خليتها تحتها بردات و هناك ما كتشوفوا معيا دفتليها وحد الرشة ديال الملح مويم الملح حسب الضوغ و دفتليها شوية ديال زيت النباتية سافيت الشي اللي غير نحتاجه هنا هادي بطاطة هادي هادي صراحة كتجيخها طائرة رافقوا بها المشويات و رافقوا بها المهم اللي بغيتوا بحالها كالحوط كتجيخها طائرة سافي حتى هي قدرتها في المون كما كتشوفو معايا و دخلتها تايا الفرار ما كتاخدش بزا في ديال الوقت نشعنو لها من فوق ومن تحت حتى كتتقرمش وكنخرجوها وكنقدموها كمرافقة للسردين راح كيجيو حال طبق متكامل وكيجي خاطر وبنين بزاف ما تشبعوش منو سافي ووزينت بها الطريقة هادي فلنشتغل ورائقات ديال الخص وانتو مزينو بطريقة اللي بغيتو و اللي كتعجبكم المهم خوتي اخوتياتي كنتمنى هالفيديو هدا يعجبكم اللي اعجبكم ومنتسوش انا كنتبارتاجي اخوتياتياتياتيات اشتركوا في القناة